اتسع صباحا سبع بتوقيت جرينيتش موجز اخباري يأتي حضراتكم من القاهرة اهلا بكم قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ان روسيا لا تأخذ قرار البرلمان الاوروبي بشأن تصنيفها دولة رعية للارهاب على مجمل الجد واضفها بيسكوف ان قرار البرلمان الاوروبي يأتي نتيجة لزيادة مشاعر القراهية تجاه روسيا عن الحد الطبيعي مشيرا في الوقت ذاته الى ان القرار ليست له طبيعة قانونية ملزمة حذر الرئيس الاوكراني فلوديمير زلنيسكي من ان روسيا تخطط لضربات جديدة داعينا الشعب الاوكراني الى التكاتف والوحدة وتوقع زلنيسكي ان يكون الاسبوع المقبل بنفس صعوبة التي كان عليها الاسبوع السابق حيث ادت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء الى اسوأ انقطاع للطيار في اوكرانيا اعلن عمدة العاصمة الاوكرانية كييف انشاء اكثر من 430 مركز تدفئة لاستخدامها في حالة الطوارئ خلال الشتاء وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات في توفير الكهرباء وقد نوها عمدة كييف الى توفير اكثر من 400 مولد كهربائي في العاصمة لتشغيل مراكز التدفئة مشيرا الى مساهمة المنظمات الخيرية في توفير نسبة من تلك المولدات يدرس الاتحاد الاوروبي امكانية رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي واعادة ربطه بنظام التحويلات المالية سوفت في اطار صفقة الحبوب وقال المتحدث باسم الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي ان الاتحاد لاحظ وجود مطالب روسية بشأن دور البنك الزراعي الروسي في المعاملات المتعلقة بالاغذية والزراعة بالاضافة الى الصعوبات الملحوظة الناجمة عن انفصاله عن سوفت حث انتوني فاوتشي كابير المستشارين الطبيين للبيت الابيض المنتهي ولايته حث المسؤولين على تنحيه السياسة خارج اطر التحقيق في اصول فيروس كورونا في الصين واعتبر فاوتشي ان هناك ادلة قوية على ان الفيروس نتجى في ظروف غير طبعية اعلنت الحكومة الايطالية حالة الطوارئ في جزيرة اسكيا المقابلة لنابولي حيث تسبب هطول امطار غزيرة في انزلاق للتربة مما ادى لسقوط قتل وفقدان العشرات واعلن وزير الحماية المدنية تخصيص اول حزمة طوارئ بقيمة مليوني يورو في ختم اجتماع حكومي ستنائي بسبب موجة التقس السيء بالجزيرة اعلنت الوكالة الوطنية لادارة الكوارث في اندونيسيا ان عدد ضحايا زلزال الذي ضرب جزيرة جاوا ارتفع الى 321 شخصا وقال الرئيس وكالة ادارة الكوارث ان 11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين وان عمليات البحث ستستمر لمحاولة العثور عليهم مشاهدين ختم الموجة لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكوار كود اظهر على الشاشة شكرا جزيلا على طيب المتابعة والان عودة لاستكمال ما تبقى من فقرات في هذا الصباح مع الزميلة منا فاروق تفضلين منها شكرا لك يا جاكلين